محمد صباح الفل عليك وأهلا بيك صباح الفل عليك أس كريم وصباح الفل زن عود وزن عود طريق بخير يا ترى إيه الأجواء عندك بقى إن إلهان إحنا شوفنا ما تيسر كده من حفل الافتتاح وكنا من الكلم أنا وناهوان دي من شوية وكان حفل مميز جدا ويتقال عليه دم وخفيف يعني بألوانهم الزهية وموسيقاهم طبعا الإنفريقية التقليدية ما بعد حفل الافتتاح بقى أنت دوقيتك للي حاصل تنظيميا في البطولة بشكل عام توقعاتك للي حيحصلت في مونش النهاردة يعني طبعا في حدود المميز جادن اللي موجودة في الدول أفريقيا الحياة في دوبار الدول الكبيرة الحياة في أفريقيا وامكانتها يمكانت رائعة جدا at بل أن رائعة المميز جادن حفل الافتتاح من بلاحدة مع يعني افتاح خفيف افتاح الافتح رائعة جدا شكنا الجماهيرين براح موجودة الجماهير هنا مهتمة بالكورة طبعاً وعندها يعني شغف بقرص القدم والدليل طبعاً أكيد هل شكتوا الفيديوهات في التقبال المتخمص والتقبال النجوم المتخمص وتحسين نجمينا الكبير طبعاً محمد طراح والجماهير الكبير اللي عليهم أمام خندوق القامة وفي المطار فالحقيقة يعني فتحتاً كويس إن شاء الله البطولة تكمل على خير الملاعب يعني كويسة جداً يعني الدنيا هنا أفضل من بطولة الكاميرو من المراحل يعني البطولة الكاميرو ممكن فيها يعني إمكانيات ضعيفة جداً فإن شاء الله تيبقى حاجة بصر تكيل كده من التقب مطر وإن شاء الله يعني نحق البطولة والتقب بإذن الله بإذن الله إحنا متفاعلين يا أساس محمد طبعاً بس خلينا زي ما كريم بدأ محضرتك رؤيتك لمباراة النهاردة إن شاء الله مع موزنبيك عندي بعد كده غانا يوم 18 يناير عندي بعد كده كاب فيردي فمجموعة خلينا نقول يعني مجموعة برضو جيدة أو ما إحنا يمكن نكون محظوظين إلى حد ما بهذه المجموعة لكن برضو خلينا نتكلم تحديداً عن مباراة اليوم والافتتاح ومصر وموزنبيك ورؤيتك إزاي واستعدادات طبعاً من متابعتك لمنتخب مصر لهذه المباراة يعني الحقيقة الحمد للعيبة كلها يعني الحقيقة جاهزة اللعيبة كلها بتقاطل في التدريب إنها تبقى موجودة في تشكيل الأسرية عندها حماس كبير جداً معها كهذا الحمد لله كهذا فني على مستوى عالي والحمد لله الدنيا مشى بشكل كويس الفطر اللي كاتت والندايج والأرقام مع مصر السورية الحياة مشى بشكل كويس الحياة اللعيبة كلها جاهزة اللعيبة كلها عارفة إن الجيل الحال الحياة رغم اللعيبة الكبيرة اللي موجودة فيه صراحة مني وحجازي ومرموش والشناوي وزيزو اللعيبة كبيرة جداً لكن الأسف شغال دولتنا حضرت بخطولة مع متخب مصر في هذا الموضوع ده يعني مؤثر فيهم جداً طبعاً يعني رغم الأسماء ورغم النتاجي الرائع اللي بيقدمها يعني وشكوينت اثنين نهائي وهم أفريقيا ووصلوا وكاتل على مأسين وثمانتاشر وخطر يعني مابش التآخر لنهاية التاسعة عامة عشرين وعشرين مع المجال بغضتطات يختر فالأرقام دي كلها يعني طبعاً يعني لغاً لغاً بلغاً ينحاقوش بطولة فهم عايق بيقدس وطبعاً ويتكلموا على طول مع بعض ويتكلموا في المؤتبط حقيقة لازم نحاق بطولة طبعاً لمنتخب مصر ونلقصهم ويسرهم يعني طبعاً يهم يتحق ولكيل الحاني دا يتحق فمقش طبعاً مقش مزمبيك يعني طبعاً إحنا حظنا حدو زمنتور طبعاً طبعاً حظنا حدو فأي بطولة ما قلتها مزمبيك لكن طبعاً دائماً مثل بطولة برحال يعني طبعاً كرة بقدم أو تطولة البطولات لا يعترف بالتريق بس لا طبعاً لازم بالجهد والعمل وأن اللعيبة عادها يعني حاسزية وعادها حسزية هو حافظة في المعسكرات وشايفزة مع اللعيبة نفسهم مصطفى محمد المريع منذ المؤتمر التكلم على الحاجة دي تحديداً أن اللعيبة كلها يعني الجيل الحالي برقاء يعني بكيادة محمد طبعاً لازم يعني طبعاً يتوابه بطولة ويتحق إنهم يتوابه بطولة لكن كله مطش يعني بطولة وكل مطش يعني نهائل وحده فإن شاء الله مطش مضمليك من هذا يعني أنا متفائل يعني بمجهود اللعيبة ومحمة اللعيبة ومتفائل أفتر بالجهود الحلوة من اللعيبة فإن شاء الله ده هيبقى سبب البدل قوية إن شاء الله يا رب إن شاء الله وعلى ذكر المؤتمر صحفي أو سيد محمد واللي اتقال فيه وبرضه بحكم منصب حضرتك كمنصق إعلامي للمنتخب الوطني لكرة القدم يعني اتقال من ضمن اللي اتقال في المؤتمر الصحفي بارح اللي كان طبعا بحضور روي بيتوريا ومصطفى محمد مبدئيا بقى فيه كلام بيتقال على لسان المنتخب وكلام ده ما تقالش أو ما حصلش زي ما تقال لروي بيتوريا أن انتوا سمعنا أن انتوا اشتكيتوا من أرضية الملعب والراجل أنكر تماما هذا الكلام المنتخب المصري عادة في البطولات شفت المؤتمر ده مبارح زيها كان لا يخلو من الحساسيات ولا دي أمور طبيعية وتحبيش مطلوبة في بعض الأحيان ولا سيامة مع انتلاق بطولة كبيرة بدون مر باعة وعشرين من متخب إفريقي زي البطولة دي يعني على كلام بمثل بطولة والحياء ما احنا ما ورناش حاجة رسميا نشتكينا من أرض الملعب كانت فيه ملاحظة على أرض الملعب أنه هو صلب ونوائي رشق أرض الملعب هو أرض المباراة حسنا قبل المباراة لكن دي ملحظات عادية ما لنشأي شاك وخابط ما حدش تتلقى تدب العدل يعني ملعب التدريب ملعب دائج جدا ملعب المباراة إمكانية صغيرة جدا فالحقيقة يعني هو حتى في كلامهم بداف بشكر الحياة اللي بحضل أفريك وبشكر كتب وغار على الاستقبار وعلى التنظيم وعلى التنظيم الجيد للبطولة اللي جيد في الوقت فهو أجرهم الشكر في الهواء إزاي هو أجرهم شكر وبعد وهي أفتكدهم قبلها فطبعا ده ما حاجة ما حصلتش تصرحات طبعا ملسان محمد كانت رد على تصرحات لعب المجال بقناحي فكانت تصرحات شيئا فهو رد موافق ملسان محمد الحقيقة فإذا ما أنت حضرت قولت دي يعني فكورة القدم أمر طبيعي مجمعي مشكلة خالص فهو رد قوي بصراحة يعني بغد النظر على التصريح محق مصطفى محمد عجبني رده قوي بصراحة يعني شاكوه يعني طبعا المصطفى من اللعبة الكبيرة الحقيقة اللعبة يعني يعني تفزل مجهود كبير جدا صحيح وأتمنى يعني من حضراتكم والإعلامين كلهم يعني اللعبة المختلفين تحديدا ويعني ممثل لمطر فهتمانا الناس يعني تدعم المحترفين للفترة اللي جاية أنه يعني اللعبة اللي بتستحمل ويكمل مشواره وضرف تزل الظروف الصعبة طبعا اللي برد بالنسبة اللعبة المصرين وتحديدا المتقوة وتحديدا المعيشة صحيح الحقيقة بممثلين يعني تريزيجي ومرموش طبعا صم صراح طبعا وننة يعني مشارفين لمطر فهتمانا أننا يدعموا المنطقة اللي جاية هم هيتحقوا الحقيقة مستوى محمد من اللعبة اللي تمسكة أنه يكمل بالاحتراف ويحق الحقيقة ظهر مستوى مميز لما يظهر في الملعب ظهر مستوى مميز جدا مستوى مستوى صحيح ويتكلم كلام منطقه وكلام عطلاني في حدود في الكورة وكلام نحن نجح نحن هو الرجل وناح يتكلم على حاجة معرفة منطقه مصر وشايف نه كانت بصورة وغير لائفة ومش كويتها طب مصر محمد رد رد في الملعب شاء الله بإذن الله رد رد محترف وده صح الرد اللي كان لازم يرده بس خليني قبل ما أختم معاك برضو أنا أنا وكريم يا محمد أنت متواجد مع المنتخب لحظة بلحظة طبعا فكل الأجواء عندك كل الكواليس عندك لو تطلعنا عليها والاستعدادات وآخر الاستعدادات سير اليوم النهاردة حيمشي إزاي طبعا المباراة بتوقيت مصر الساعة سبعة بتوقيت قطف وارس ساعة خمسة خليل نعرف منك يعني عايزين نعيش معاك اللحظات السابقة والساعات السابقة الأخيرة قبل المباراة منتخب مصر ومزعم بيك تفضل يعني الحمد لله العيدة كانت تدريب الأخير الحقيقة يعني حماية اللي غيرت آخر بزيئة في التدريب الناس كلها زي ما انتركوا الناس كلها بتقاتل نعمر بموجودين بالتشكيل الأساسي نعرض إن شاء الله المصر ساعة سبعة خليل مصر خمسة خليل مصر اللي اتحرك إن شاء الله الملعب بساعة ثلاثة قبل 12 ساعتين هو بيننا وبين الملعب يعني مسافة كيلو يعني مش الملعب وصاد الكندو على طول فدي حاجب ويسا صحيح يعوضوها بحنا بيننا وبين ملعب للتدريب حوالي عرضين أو 35 دقيقة لكي الملعب المباراة بيننا وبينهم يعني يعني أعلم الخمسة زي فدي حاجب يعني يعني زيح اللعبة طبعا قبل المباراة في يعني الكالية المصر اللي موجودة هنا يعني 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 في الملعب إن شاء الله وبينتقى مع السفير السفير المصري في كتب بر وربنا يكرم في الآخر وإن شاء الله ترى نقطبون الموضوع بالجدان بإسنا ودرجة الحرارة برضو يا محمد درجة الحرارة يعني من 25 إلى 28 يا رطبا تبقى عليها وقال لكن الحمد هذه الأيام اللي بدت رائع جدا في أي استفسارات شكرا جدا لك أستاذ محمد مرادة المنصق الإعلامي لمنتخمص شكرا لكم ويتلتكلم في جزء الأخير من حوارك مع السيد محمد كان في الشاشة جاربية شفت شفت الأجواء ده مهم خفيف بشكل برعاصات